اشتركوا في القناة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة لا تتساعدك لا تتساعدك كلنا يتساعدك تيشبك لا تتساعدك اشتركوا في القناة في مكة حتى الثلاثة الحجة إلى المناء. في هذا الموقع، أتذكركم على دوة مهمة مهمة مهمة. أولاً، تذكركم أنكم في مكة. مكة هي مدرسة. مكة ليس مثل أي مدرسة أخرى. الله تعالى لك أن تقوم بكثير منك. أي ركعة يتبعون هنا، سيكون تقوم بكثير من 200,000 ركعة. وأنا أعتقد أنه ليس فقط للصلاة، فقط لكل جيدة. فإنك أردت سورة في مكة. إذا تقوم بكثير من مشكلفت هذا. تقوم بكثير من المدرسة. لا تقوم للعمل. في حرام، إذا كنت في أميرة مفيدة في المتابعة، يستمر قد أقود. يستمر بشكل مدرسة. إذا تقوم بكثير من المدرسة سترقى في سنة دقاءً.. كله يتقوم بكثير من السكر. إن شاء الله عز و جل، إذا ركبك توقفك كل مدرسة في حرام، ستكون مرحباً كما لو كانت تقرأت 100,000 ختمة لا تستطيع الوقت الثاني المثال الثاني المثال مكة إذا كانت مرحباً ستكون مرحباً ستكون مرحباً ليس فقط 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 حرام في مكة ستكون مرحباً ليس كذلك فرقاء فلن تكون مرحباً فقط 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 فالأكيد ستكون مرحباً حرام حَرام حتى يوجد قمت بتفعل شيء حرام فهذا كيف تفعل هذه الكلة و تعقّوك، تشغل وظهر نهارية للحاج remember, عندما نقول اللّه نبالغني رمضان الله نبالغني رمضان يا الله، أريد أن نكون هناك رمضان وعندما نكون هناك رمضان نقول اللّه نبالغني ليلة القادر اللّه نبالغني ليلة القادر نساق نجاح 同じ نقول الله أنت أريد إلى مكة أنا أنا في مكة فقط تبدأ دعا كل سلاء في حرام يا الله لا أريد أن أخذ عرفة لا أريد أن أخذ حج لا أريد أن أخذ حج اللهم بلغني عرفة اللهم بلغني الحج هذا هو دعاء الآن سوف نذهب إلى مينة في الثالثة الحجة تضع على إحرام ونسكس لا تتكلم لا تتكلم لا تتكلم مع أصدقائك لا تتكلم عن لا تتكلم على أي ع 보이 ف KomERT لا تتكلم أن تخلي لله imposed رغمانا رغمالย لا تتكلم أنك طويلة بالفعل بلغة لا تتكلم إذا كنت أخذ إذا كنت أماgano سوف أعجب سوف أعجب سوف أعجب سوف أبدا سوف أعجب سوف أعجب سوف أحجب أعجب وأ sweating أنت في المنزلد الله سبحانه و تعالى أنت مقارن الله سبحانه و تعالى لذلك تحت تحرم وقل نتعجي تساعدين وقتا تحرمي وقل ننتقل وقل نرى وقتا تذهب ترسل وقتا تحرمي وقتا تحرمي تحرمي وقل نتعجي Everyone ستساءى فيه وmentsقع to Arafah كلما يأتي إلى مزالفة، كلما يفعل كل شيء. لذلك لا تنسوا بالتأكد. في الثالثة الحجة، اذهب إلى المناء. يسألون، ما في المناء؟ لا شيء. كما أخبرتكم قبل، المنطقة، المنطقة، لا شيء هناك. لا يوجد هناك، لا يوجد هناك، لا يوجد هناك، لا يوجد هناك، لا شيء. ولكننا كلنا أحب أن يذهب إلى هنا. أعرف أن الذين يأتي إلى حج قبل، يجب أن يتقلونهم الآن لهم حقاً، لا يوجدهمهم. يذكرون فقط الأمر من الأفضل. يذكرون أي حسنة، أي حسنة. يذكرون فقط الأمر من الأفضل في حرم، في مكة، في ميناء، في عرفة، في مزالفة. يذكرون هذا. يجب الله سبحانه وتعالى لنذهب إلى حرم وحج قبل حج قبل نهاية. لغير تقر漏. لذا، عندما أذهب هناك، ما في منا؟ لماذا أجب أن أذهب إلى منا؟ ما ييفعلنا؟ ما هي الأعمال؟ ما هي العبادة هنا؟ لا يوجد هناك، في السنة. هل ستقل بالصحابة؟ ثم ستقل في منا. ما الذي يقف؟ نورمال صلاة، صلاة صلاة قلت يوم الترويه يوم الترويه صحابة في ذلك يوم الترويه لذلك يجب أن يكون مباشرة لذلك يوم الترويه لذلك يوم الترويه لكنها ليست عبادة لماذا تذهب هنا؟ قلت العبادة أمور توقيفية عبادة يجب أن أقول سمعنا وأطعنا قلت يمكن أن تكون مهمة قلت لديه مهمة لكنني قلت لأمور الله صلت قلت لأمور الله صلت قلت لأمور الله صلت هذا هو الأفضل لا تستخدمك لو أنني في حرم سمع سمع 100 ألف لماذا يجب أن أذهب إلى منا؟ أنا أذهب إلى منا لأن هذه هي عبادة هذا هو ما الله أريد أن أكون أكون هناك لا تنسى إمام لأن يقول أن قرأت القرآن قرأت القرآن قرأت القرآن ولكن هو لم يكن لذلك تقول لإنقاذ القرآن قرأت الأمن أن تذهب القرآن وتقABل جمع إن قرأت القرآن سمع well نعم لأن الله أريد أن يكون صلت القرآن وليس لم تقرأ القرآن لكنه بما قد أسنع الآن ما أريد أن أذهب في مناء؟ أنك تكون هنا وكما قالت، اذهب ونأتركوا اشعر. فنقم الآن في عرفة. إذا عظيمت أن تحصل على محاولة، اتركوا في خلالك. المطاقة والتفيد، المختبرة، لا يوجد مختبرة أخرى, إحرامك هو أفضل. الله أريد أن تستخدم إحرام. ماذا أفعل؟ أفضل أفضل. ما يجب أن أقول؟ ما يجب أن أفضل؟ ونأجب، ما هو أفضل طريق؟ أجل، فحتى أفضل أن أتركوا رئيسي. أهلا سأتعرف الله سبحانه وتعالى ما يجب أن أفعله؟ ما يجب أن أقول؟ كيف يمكن أن أريد الله أن أكون ملعينة؟ أريد أن يتقنعون أريد الله أن يقول لأجلسين انظروا إلى المسلمين كيف يفعل هذا؟ أفضل طريق هو الإنكسار و التذلل هموليك همبلس برعب أعلمك يا الله أمسنفل اللبيك اللهم لباك اللبيك اللهم لباك يا الله أحصل إلىك يا الله I couldn't go anywhere I will be destroyed I destroyed myself I'm sinful I am at trouble if I die today I don't know so show Allah subhanahu wa ta'ala your sincerity show Allah subhanahu wa ta'ala that you are in need I mentioned this many times show Allah your need then Allah will give you what you need but if you go there و تعتقد أنني لا أحتاج هذا. أنا بخير. أنا جيدًا مسلمًا. هذا يعني أنك لا تحتاجك إلى المسارفة. اذهب و تسأل. أتذكر كل مجردك. و تقرأها. أهلاً سأكون أخذ هذا. سأكون إلى الله. يا الله، نعم، أنا فعلت هذا. أتعلم. أتذكر. كل هذا. تذهب إلى هنا مع أتذكر. أتذكر. خلق ذلك. لقد أفعل هذا. لقد أفعل هذا. لقد أفعلني بشكل صديق. لقد أفعل الكثير من الأجل. أخذت هذا. أخذتها. لا تتعلم. لا تتحرك. يا ربي. حسناً على النهاية الانتقال. تسأل. فضل الله. يا الله. سألاً لا أريد أن أخذ الماضي. لا أريد أن أخذ الماضي. سألاً. اللهم بلغني عرفة. كل يوم التروية. في الصهد الحجة. يسأل الله يا الله، اللهم بلغني عرفة حتى لو أنك موت في ذلك الله سوف أعطيك عرفة صحابة وصلت إلى البيت من مدينة على الطريق مع إحرام كل شيء على الطريق فقد قلت من كامل وقد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فعل غسل له وفعله في إحرام لا يكفي لا يكفيه لا يكفيه كما أنه في إحرام وفعله لأنه سوف يأتي على الطريق يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذا هو الطريق لأن الله سوف أعطيك ممتعك أنك موت في عبادة لذلك سوف يأتي على الطريق إن كنت من أن أردد إن يكون رجل وحدي تهيد منهم فإن الله سوف يدخل آمل أن يحرر لكم ثم الله سوف تقنز لذلك الله يحبك لذلك فهي سوف يدخل لا يمكن أن تكون هناك وحدي لإذن الله أنك مستوى كافة حيث عرفة أنك مستطيل عرفة. تشاهدتك ومعنواتك وعنواتك وعنواتك. و تسأل الله يا الله أنا هنا. أرجوك أعطيني. يا الله أعطيني توفيق. إن شاء الله سألتك في المنطقة في عرفة الي. يجب الله سبحانه وتعالى لنا بشكل جيد وحج. يجب الله سبحانه وتعالى لنا بسبب لنا وصلى الله وسلم وبارك عن نبينا محمد. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هاديه. يا أخي ونستهديه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحن في المنطقة جدا. نحن في المنطقة. نحن في المنطقة. نحن في المنطقة. نحن في المنطقة 8 من الحجة. إلى اليوم 9 من الحجة. 9th of the Hijjah we call it Arfa Day this is the day the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said the best day ever khayru yawmin tala'at alayhi shams this is the best day ever this is the day when Allah Subhanahu Wa Ta'ala release and free people from Jahannam this is the day everyone looking forward to see that day if you are at home you are not in Mecca Allah Subhanahu Wa Ta'ala promise you if you fast that day Allah will give you forgiveness for two years the previous year and the next year what if you are in Arfa Mountain what if you are blessed and Allah allow you to be there in Hajj everyone if you are there if you are at home go with your heart let your heart to share all Hujjaj in Arfa ask people who go to Hajj to make Dua for you because Allah Subhanahu Wa Ta'ala promised to forgive those who are in Arfa and those whom the Hujjaj will make Dua for them this is the day Arfa Day we ask Allah not to miss it Arfa Day we need to ask Allah this is the day I want to go to Allah but as I said you go there since morning don't argue come now you go very quiet respect you are the guest of Allah don't waste your time the Prophet he prayed Zuhr and Asr Jammah prayed Zuhr to Raqah then Asr to Raqah then he will be free up to Maghrib why because this is the day of Dua Khayr Dua Dua Arafa the best Dua the Dua in Arafa Day so don't waste your time these few hours Subhanallah this is the time you'll find all Hujjaj in one spot all of them open this remind you the hereafter Subhanallah Surat Al Hajj Surat Al Hajj start with what start with how to do Hajj no Allah Subhanallah said Remind you the day of judgment Zalzalah how hard that day this is we should remember one day I will be like that everyone there waiting for the Rahma of Allah Subhanallah everyone there everyone there admit with all his sins this is the day Arafa day this is the best day ever and from the Rahma of Allah Subhanallah we were looking for Laylat Al Qadr and we said Laylat Al Qadr Allah free and release people from Jahannam Allah forgive lots of people Allah forgive much much more in Arafa day more than Laylat Al Qadr Laylat Al Qadr we don't know which night they said the odd night but we don't know which night but from the blessings and the Rahma the mercy of Allah Subhanallah we know what day of Arafa so it is already known we know the day of Arafa what else this Rahma from Allah we know that day this is the best day this is the day Shaitan Iblis will come put the dust on his head why because decades 30 40 50 years more than this and his deceiving son of Adam sudden in a few minutes few hours Allah forgive with all of that it is the day all the angels descends Allah Subhanahu wa ta'ala showed the Hujjaj pilgrims to the angels look at my servants they come their herses uncombed dusty showing that's why I said the best Ibadah on that day Alinkisar remember this brother you show Allah your need show Allah you are miskin faqir poverty here is not for the money poverty of the Rahma of Allah poverty of the forgiveness of Allah miskin I don't have I don't have that much of rewards the richness is not in money the multimillionaire here and the one who's poor don't look at them so this is a rich and this is a poor the real rich person the real poor person he is the one who will be on the day of judgment compare this one multimillionaire here but in the hereafter he doesn't have rewards one poor person here but in the hereafter he has lots of rewards billions of rewards who is the real rich person the one who look at him here in dunya he's a poor person but he's rich in the hereafter the real rich person he will be rich in the hereafter not here the one who think that I am rich here don't look down at anyone on Arafah you will spoil your hajj you will miss the rewards you must feel that I am the poorest person in Arafah I don't have rewards maybe don't look down at anyone don't think that I am from London don't ever ask everyone to make dua for you show Allah that you are miskeen I'm coming to beg your rahma ya Allah please I am miskeen ya Allah I beg your forgiveness I beg your mercy ya Allah please release me you know fuck it man an nar you fuck the neck you know the neck this is Allah subhanahu wa ta'ala that showed this and the prophet because there is a chain we been strong with the chain shaitan drag us here and here there in dunya to commit the sin the one who will be guided with shaitan the one who will be dragged with shaitan in dunya he will be dragged to jahannam in the here after but if Allah blessed you here and release you so you will be guided if Allah accepts your hajj this year and if Allah free you from jahannam this year that means you will be guided up to the here after Allah will guide you but I might commit a sin no problem Allah will make your hasanat more than the sayyat your rewards will be much more than any minor sins you are going to do Allah will guide you to avoid the major sins this is the day don't miss it this is the day when Allah promised everyone to forgive he is the one who said ask for forgiveness I will forgive you promise from Allah Allah said to servants if you come to me with full of the earth sins I will come for you with same number of forgiveness but if you come with real no shirk if Allah guide you to avoid the shirk and follow the command of Allah Allah can't forgive any sins but I commit lots of sins don't worry Allah forgive forgive all sins but I made major sins Allah forgive all this is the day don't miss it this is the day when Allah will tell everyone at the end of Arafah O my servants leave Arafah all of you are forgiven we will see you again to conclude the Arafah day may Allah grant all of us the forgiveness is was sallallahu was sallam and balkan abina muhammad walhamdulillahi rabbil alameen was salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa rakatuh our g an a a a اشتركوا في القناة